في الذكرى العاشرة لرحيله تمر هذه الأيام الذكرى العاشرة لرحيل المرجع الكبير السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه وشخصية في هذا الحجم الاستثنائي تفرض نفسها على ذاكرة الأجيال كثيرون هم الذين يغيبون عن الذاكرة وكثيرون هم الذين يبقى وجودهم هامشيا والسيد فضل الله ليس كذلك فهو فرض نفسه على كل الذاكرة لماذا؟ فهو فرض نفسه على كل الذاكرة ذاكرة الأجيال لماذا؟ فهو الفقيه المتميز وهو المفكر المبدع وهو الأديب الماهر وهو الكاتب المتمكن وهو الداعي الجريء وهو المرب الكبير وهو السياسي الخبير وهو القائد البصير وهو الروحاني المتوقد وهو المرجع المجدد وتزدحم العناوين في هذه الشخصية ليش صعبا أن نجد مرجعا متميزا أو فقيها متميزا أو أديبا أو مفكرا أو كاتبا أو داعية أو مربيا أو سياسيا أو عرفانيا أو قائدا أو مجاهدا أو أي عنوان كبير ولكن أن نجد سخصية تزدحم في داخلها العناوين الكبيرة فهذا أمر استثنائي فقيه متميز ممكن قائد سياسي متميز ممكن كثير ولكن أن نجد شخصية تزدحم في داخلها العناوين الكبيرة فهذا أمر استثنائي وهذا أمر ناذر المرجع السيد محمد حسين فضل الله هو أحد هذه الشخصيات الاستثنائية والناذرة ولعل السر الكبير في توهج هذه الشخصية وفي جاذبيتها الكبيرة هو ربانيته وروحانيته من عايشه عن قرب اكتشف الكثير من هذه الربانية وهذه الروحانية وقد تجلت في صلواته وأدعيته وأذكاره وفي كلماته ومواعظه وإرشاداته وفي أخلاقه وممارساته وحينما نقرأه مفكرا وأديبا وشاعرا وحتى حينما نقرأه مفكرا وأديبا وشاعرا وحتى حينما نقرأه مجتهدا وفقيها وحتى حينما نقرأه سياسيا نراه روحانيا نراه روحانيا مملوءا بعشق الله تعالى ونراه ربانيا ذاب في الله وهكذا عاش وهكذا مات وسيبقى في ذاكرة الأجيال وفي وعيهم وفي وجدانهم وفي كل حراكهم تغمده الله بالرحمة والرضوان وحشره مع الأخيار والأبرار اشتركوا في القناة